ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج العرب وتوقعات النص الاول النص الاول لسنة 2021 برج العرب عام 2021 عندنا هيكون يعني فيه تغيرات كبيرة جدا حاجات انت كنت متفق عليها في 2020 هتختلف تماما في 2021 بنتكلم على اول 6 شهور بالنسبة لنا هو فترة منقسمة جدا جدا لحاجتين قويين اللي هي ان انت نفسك هتكون قوي على ذاتك يعني انت بتاخد قرارات صعبة جدا عليك يعني ممكن تكون عايز تبعد عن حب عمرك عايز ان انت تسافر وتسيب حياتك عشان غرض معين فاهمينا نقصد ايه فعندك اللي هو الاصرار حتى لو انت روحك في حاجة هنا انت هتبعد عن هنا تروح هنا ده يمكن يكون ليه اسباب قوية لكن المعروف عن اصحاب برج العرب انه بيقصوا على نفسه جدا جدا بدل من انه يقصوا على الاخرين ودي وجهة نظرك لكن الحقيقة انك هتبقى فيه الاخرين اللي احنا بنتكلم عليهم انت بتكون قاسي جدا عليهم ولكن عمتا يا برج العرب انت بالفعل عندك والميزة ان انت برضو عندك حتة لا انا هنسى الماضي وهبدأ ان انا ادور على حلمي الجديد ادور على مستقبلي فده ده يمكن الميزة في الموضوع ده انك انت من ضمن الحاجات اللي انت هتسيبها وتقصوا على نفسك فيها هو الماضي الماضي كان واكل حياتك فده ده ان انت تنسى هتتنسى في الربع الاول اللي هو اول ثلاث شهور لكن الربع التاني اللي هو فترة الربيع هيكون عندك بداية جديدة هتنسيك حياتك طيب عمتا برج العرب امورك المهنية امورك المهنية انت بتفكر كتير في سفر او بتحضر اوراق او بتحضر شيء لحين ان يتم السفر ممكن يكون على الربع التاني اللي نسبته هتكون اعلى عمتا السفر الخارجي عندك بقى خلال الفترة دي في انتقال لمكان يعني بتغير مكان سكنك بتغير مكان عملك بتغير مكان التغيير المكان ده هيكون ليه اضافة في امورك المهنية طب ازاي لانك هتكون بتسعى ليه ان شغلك يكون افضل واحسن لوه تغيير مكان عمل او هيكون تغيير مكان عمل في راتب افضل او فيه يعني فيه جباية ليك لكن بالنسبة لك لو الوضع لو انت بيت يعني روحت منزل تاني فهيكون عندك انك هتحاول تدور على شغل جديد مثلا قريب فبالتالي هيكون ده اضافة ليك مش يعني انت الهدف ان انت بتدور على مكان قريب من بيتك لا انت هيكون عندك الميزة ان هيكون يعني حلم بالنسبة لك برج العرب كتير عايز تعمل شغل لنفسك او شغل خاص لذاتك وقت مناسب جدا 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 من شهر فبراير وممكن كمان برضو هيكون نفس الموضوع يعني عندك الفترة دي يمكن فيها علو شأن قوي فيها تميز فيها ازدهار كمان لو انت عندك مشروع خاص فالفترة دي او الفترات اللي اتكلمت عنها هيكون فيها ازدهار لامورك مادية لاسمك انه يعلى ان المنتج بتاعك يكون مسمع في الاسواق فيكون ده شيء متميز جدا جدا لان كتير من برج العرب انت عايز تعمل مشروع خاص برج العرب انت عندك بداية كده او مطلع لسنة صدمة صدمة لامر معين صدمة لحاجة معينة مش عارف مش مصدق طب ازاي صدمة في حد من الاهل لحد بيخين حد غدار حد ممكن تكون انت بتحلم بيه الفترة دي دي كتير اه دي برضو نوع من انواع الصدمة بتعلق بالماضي بزيادة فعندك حاجة من الحاجات اللي ممكن تخليك ان انت عارفين ده الربكة دي والتوتر اللي ممكن يكون جواكم بس انتوا من برا حجر ده هيكون عندك موجود ولكن انت هيجيلك حالة من الاستشفاء منه من بعد شهر مارس التوتر ده او اقدر اقول ان من النص التاني من شهر مارس هيبدأ الموضوع يهدى عندك كمان في مقابلة بشكل صدفة يعني في مقابلة مع حد انت ممكن لو تشوف شكل صدفة بس هيقصر فيك جدا هيقصر فيك من حيث الاحساس من حيث برضو ان يعلق بالماضي ده في البداية في بداية السنة وكمان ممكن يكون صدفة تكون لها علاقة بمستقبلك انت يعني صدفة تقابل حب قديم فيرجعلك حب قديم من زمان او ان يعني مش الماضي القريب حب قديم من زمان او يجيلك شخص يساعدك في مصلحة معينة تخص الوضع المهني او صديق عزيز عليك جدا جدا فانت ما هتصدق ان انت بقى في قرب علاقات ما بينك وما بينه فيه تميز حلو يعني الصدفة دي هيجيلك فيها تميز حلو عامة يا برجع العرب برضو عندك اهتمام بنفسك بشكل قوي جدا عندك اهتمام بسوشال ميديا بشكل قوي جدا جدا خلال النص الاول هتحس ان انت انا ما كنتش كده برجع العرب يمكن كان عندك جزئيا ابتعاد عن السوشال ميديا خلال الفترة الاخيرة لكن هيكون عندك اهتمام بها اقوى واقوى واقوى اهتمام بها انك تحط صورك انك تتفاعل مع الاخرين انك تكون اجتماعي بالزيادة فده هيكون موجود جدا برج العرب احنا قلنا ان هيكون عندك انتقال لمنزل جديد وعلى فكرة ده هيكون اضافة لنفسياتك وتغيير العتبة بالنسبة لك هيكون شيء مميز جدا احنا بنقول لها تغيير العتبة يعني هيكون وشا حلوة عليك ان شاء الله برج العرب برضو عندك ان انت حاول تستشير الناس اللي هم اصحاب العلم بحاجة اصحاب الشيء فاهمين في كذا فاهمين في كذا ده هيكون يعني حاجة افضل كتير من ان انت يكون عندك اندفاع وان انت بتقرر من دماغك او ان انت حاسس لا انا اقوى من اي حد والكلام ده كله لان حتة انك تتقل على نفسك وتيجي على نفسك اكتر مش حلو لا حاول ان انت تخلي الاخرين يساعدوك يقولولك قرار تشوف اختيارهم فده نقطة مهمة جدا برج العرب برضو هيكون عندك في خلال النص الاول انك مشتريات كتير لها علاقة بالمظهر بتاعك كان انت بتغير نظام لمنزلك طريقة الستايل ولبسك بتغير الوان اللون حاجة بتغير لون شعرك او بالنسبة لون الشعر انا الناس اللي عملها تسألني كتير انت شعرك لونه بني انا قاعدة تحت اضاءة لونها صفرة وكبيرة فمخليها شكل ممكن يكون مدي على بني كده يعني شعر يسوي عشان الناس بتقولي شعر البني مش لاقي عليك شكل وحش عليك هو شعر بس الاضاءة وانا حب الاضاءة تغييرك يعني انها تبقى لونها صفرة فترة عامة برج العرب عندنا كمان ان انت هتكون مهتم بمشتريات فده مشتريات لها علاقة بالتغيير بس ده هيكون في حد ذاته اضافة لك اضافة لانها تحس بالتغيير تحس بالنفسها الحلوة هتكون انت بتساعد نفسك انك تخرج من مود مش لطيف لمود حلوة انت عندك ده جدا هيكون عندك انك بتمارس انشطة حلوة ان انت عايز تغير حياتك عايز تخرج عايز تلعب جم على فكرة برج العقرب هتكون عايز تلعب جم الفترة دي عايز تعمل حاجة جديدة يكون ليك اصدقاء جداد تتفاعل معهم فهيكون عندك حياة جديدة برج العقرب يمكن اصعب فترة هي فترة شهر ابريل لان فيها تغيرات وتقلبات وحاجات كتيرة متطلبات عايز تعملها بس انت بتحاول تظهر بالشكل الحلو عندك فيه اشخاص ممكن يكونوا بيدعموك وقفين معاك لكن انت عايز تغيير يعني عندك ارادة وعلى فكرة برج العقرب احنا وضحنا ده ان احنا قولنا ان انت من اكتر الابراج عندها ارادة فانت ارادتك دي هتصنع منك حاجات كتير اول تلات شهور بتشحن نفسك عايز اعمل كذا وعايز اسوي كذا بتوضع خريطة لذاتك بتقسي نفسك على اشخاص بتقسي نفسك انت عايز تقسي على حده ويكون بالفعل كل اللي انت عايزه بيبدأ انه هو ياخد شكل صحيح او انه هو يعني يكون متميز او ان انت تبقى ماشي بالخطوات اللي انت عايزها عندك من الربع التاني الربع التاني لحد بالنسبة لك شهر مايو هيكون متميز جدا شهر يونيو هيكون في حدث رائع ومهم وسعيد بس في نفس الوقت انت عندك فيه شيء ممكن يكون عقبة قوية لازم تكون واخد بالك عندك المشاكل الصحية انت تخلي بالك على المقربين لك ان انت تكون قريب منهم وتخلي بالك على صحتهم محاول على قد ما تقدر على فكرة النفسية اللي مش لطيفة خاصة الام عند برج العرب او مرأة هي حاسة بك جدا فبالتالي انت مش بتوضح ده بس احساسك بان انت زعلان من شيء خاصة الامور العاطفية هي اكتر حد حاسة بيها فده بيأثر على نفسيتها جدا وبيأثر على الامور الصحية خدوا بالكم من النقطة دي هتلاقوا ان الكلمة بتاعتي صحي جدا يعني خدوا بالكم منها جدا طيب عندك امورك الدراسية في خلال الفترة دي انت عندك لو فيه امتحانات في ابريل مايو يونيو يعني اول يونيو هيكون بالنسبة لك فيه نجاح وفيه تميز لان عندك اصرار ان انا هنجح يعني هنجح انا عايز اعمل يعني اذابط اموري لو عندك امتحانات في شهر يناير الوضع عندك هيبقى صعب النص الثاني من فبراير هيكون عندك لا فيه تميز فانت عندك اصلا من فبراير انت عايز تبقى حاجة انت عايز تتغير انت عايز تكون احسن عايز تكون افضل عايز ان انا لا انا هاخرج من الحالة اللي انا فيها دي بتقسر كل الحدود وبتخرج حرية فعندك ده جدا فانا شايف ان هو فترة فيها بدايات مهنية فيها قوة فيها تحضير لسفر فيها على فكرة بالنسبة كمان الامور العاطفية خطوبة او زواج هيكون عندك حب جديد وحياة عاطفية جديدة بالنسبة للناس المجروحين انت هيكون عندك حتة لا ما ينفعش حتى لو رجع ما ينفعش بس ممكن يكون الشخص ده انت خايف منه لسبب معين بس في كلتا الاحوال انت هتفضل الشخص الجديد اللي هيدخل حياتك عن الشخص القديم مع انه ممكن روحك تبقى فيه؟ اه مع انه ممكن تبقى روحك فيه فوقلنا بالنسبة ليه الماضي ان انت هتبقى خلاص بتقسى على الماضي الماضي البعيد لو شفتوا صدفة هيكون بداية جديدة جاية منه عامة تال انا مش عايز اطول عليكم في التوقعات الشهرية هيكون تفصيل اكتر من كده باشكركم يا برج العرب وبتمنى لكم بداية موافقة بتمنى لكم يكون يعني شهور اللي جاية كلها تكون اسعد من بعضها ما تنسوش اللايك وشيل الرشاك في قناة تفعيل الجرس سلام